وفي ذات الملف الذي ما يزال مفتوحا على مفاجآتا في محافظتي ديالا وكاركوك أعلرت رئاسة قائمة جبهة تركمان العراق الموحد عن اجتماعات مكثفة في العاصمة بغداد لتشهيل الحكومة المحلية بمحافظة كاركوك في وقت سرب سياسيون السيناريو منح العرب منصب محافظ كاركوك مقابل منح رئاسة المجلس للكرد وفوز التركمان بالنائب الأول وذكرت أن قيادات ونواب وأعضاء مجلس المحافظة وممثلي المكونين التركماني والعربية يتشاورون في بغداد لتشكيل حكومة ممثلة لكل المكونة ما يشير إلى أن التحالف العربية التركمانية سيكون سيد الموقف في خيارات المناصب في كاركوك